تشديد في محاربة الشائعات التي وضعت الكثير من الدول في مرمى الهدف لكن الأردن تمكن وبحكمة ملاحقة كل من يروج للشائعات وضبط بعض مردديها وتحويلهم للقضاء في سبيل مواصلة جهوده في مكافحة وباء كورونا منذ بدء اليوم الأول للأزمة قامت الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالتعامل مع الأخبار والمعلومات الواردة بموضوعية ودقة ونقلها إلى وسائل الإعلام والمواطنين بكل شفافية ومصداقية ووكد هنا أننا سنتابع ونلحق قانونيا كل من يقوم بنشر أو إعادة نشر أي معلومات أو أخبار مغلوطة وتعمل خلية إدارة الأزمة على العمل بمحورين الطبي من جهة وتأمين احتياجات المواطنين ومحور الشفافية من جهة ثانية والذي بات النهج الأساسي في التعامل مع الحدث والمواطن لذا تمكنت من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سليم وذلك بعقد الإجازات الصحفية والإعلان عن كل جديد أولا بأول راهنت هذه الاستراتيجية في كل الأحوال على درجة واعي الشارع الأردني هذا سلاح ذو حدين درجة الوعي العالية تتطلب شفافية الحمد لله المواطن الأردني هو رديف كان للجيش العربي وللأطباء وللممرضين فكان هو اللاعب الآن الجديد في معركة مواجهة الكورونا بوعيه وتعاضده والتفافه وثيقته من خلال شفافية الإعلام بالإجراءات الحكومية التي تثبت نجاحها وتغييرها الشفافية أيضا كانت بتغيير الاستراتيجيات في التعامل تقبلها الشعب وتعاون معها وتعمل الحكومة الأردنية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية على التواصل مع وسائل الإعلام والمواطنين والتعاون مع المؤسسات المختلفة لضمان القضاء على الفيروس ورفع درجة وعي المواطن للخروج من الأزمة بهدوء دون إثارة الهلع والخوف في نفوث المواطنين إجراءات محكمة في محاربة فيروس كورونا وشفافية مطلقة في التعامل مع الإعلام بنت جسورا من الثقة ما بين الحكومة من جهة والمواطن من جهة ثانية الأمر الذي دفع المواطن الأردني للالتزام بالتعليمات الصادرة دام الكردي قناة الغد عمان ترجمة نانسي قنقر